الخامة دي عاملة زي الشوكولاتة زي ما لو سيد احمد العصفوري قال تمام هي ولو انها حاجة تفتح النفس لكن انا عايز اغيرها بصراحة هروح لويندو واخد كونتينت بروزر مرة تانية واخد حاجة تخليها عاملة زي مش عارف زي زي اي حاجة بقى هاخد مسلا اخد مسلا اخد ناخد حاجة زي دي حلوة كده وجميلة وبنت حلال تمام ونحطاها هنا على السكال ونجرب نعمل رندر تاني تمام ونشوف نشوف الرندر هيبقى اخباره ايه طيب دابل كليك وانا اعتقد والله اعلم ان احنا هنحتاج نرفع رفليكشن شوية وبرضو اعتقد ان احنا هنشيل هنشيل الفرنل واجرب اعمل تاني ونشوف فعلا فعلا هقلل بقى رفليكشن حبتين ونعمل تاني عشان اللون ما يضيعش جميل هو انا كده وصلت للرفليكشن اللي انا عايزه او للدرجة اللي انا عايزه لكن انا عايز بقى الرفليكشن ده خالص بحيث برضو احافظ على اللون اللي احسن من كده بقى كمان واللي هتديها ااا شكل احسن ان انا هروح للامفيرومنت الامفيرومنت واعلم على انفيرومنت ومن تيكتشر هروح لبيت مابس واخد نفس خامة ال ох diğer اي اللي انا لسه عملها تمام؟ شفتوا عملت ايه في الخامة؟ فطبعان انا مش عايز مش عايزة بالمنظر ده انا بس عايز اقللها شوية كده بحيث انها تاخد او الخامة تاخد روح السكاي او روح الرفليكشن تمام لو انا بقى جيت عملت رندر بس المرة دي في ونشوف شكلها عاملت زي انا اعتقد محتاجة محتاجة شوية تعديل او مش محتاجة شوية تعديل هي محتاجة ان دي تبقى نورمل مش ملتيبلاي واقللها شوية واقلل بتاعها برضو حبتين الرفليكشن يقل برضو شوية الرفليكشن ده ضيع اللون شوية ممكن في اللومينانس اخد الكلار تشانل دي اخدها لا 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 لسه 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 هاخد كوبي وااخد اللومينانس واقل له رايت كليك وبيست لنفس التشانل تمام بس اقللها او اقلل للتشانل كلها حبتين واخلي البلند مود ملتيبلاي واقللها برضو شوية هعمل لنفس الخامة تمام واسميها كيوبس كل اللي هغيره ان انا هروح اغير بس اللومينانس او اغير الكلار واخد الكلار كوبي خلاص اخدها مسلا اخليها ولتكن لون لبني انا اخدها كده شوية واخلي دي كده حبتين واخلي دي برضو كده واخد الكلار تشانل كنترول سي احطه للومينانس كنترول في او بيست بيست دي كوبي بيست الشكل ده الانفيرومنت نفس الموضوع الرفليكشن نفس الموضوع هاخد دي بقى احطها على الكيوب ده وكنترول واسحب وكنترول واسحب بالشكل ده نجرب نرندر لا لو خففت الرفليكشن اللون هيغمق مش هيتفتح بس في نقطة عايز اقولكو عليها نخلي بالنا ان برضو طيب انا وريكو حاجة يمكن انتو غفلتوا عنها انا شكلي عملت يا مهرب يا رب ده انا عملت تلاتة سكاي عملت تلاتة سكاي انا مش عارف دابل كتل سكاي ده جي منين بس مش مش عارف مخدتش بالي اصلا اهي فتحت شوية فتحت شوية كل انا اعمله ان انا اغير اغير بس الخامة دي بخامة فيها بخامة فيها يبقى فيها الدنيا فتحة شوية مثلا 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 يعني هاخد دي كده واحطها على دي ونجرب نعمل رندر وخلو بالكو فيه تعديل هنعمله في الخامتين حالا فيه تعديل هنعمله في الخامتين تمام هنروح في الخامة دي في الامفيرومنت هعليها شوية بس هاخد الخامة اللي انا لسه حاطتها في الاتش دي ار اي وفي في الكولر هعمل كلير لده واخد الكولر كولر عادي خالص تمام وفي الامفيرومنت هخفها شوية وخليها ملتيبلاي وزود الملتيبلاي بتاعها عبتين وارفحها سنة عشان اللون ما يدعش تمام وقف الرفليكشن برضو ارفحها سنة كده نفس القصة في التانية هروح في الامفيرومنت واخد اتش دي ار اي واجي في الرفليكشن ارفع رفليكشن شوية واروح في الكولر هخلي الكولر عادي او كولر عادي خالص تمام وفي اللومينانس اقللها حبتين وفي الامفيرومنت اخليها ملتيبلاي وازودها بالشكل ده كده نجرب بقى كده نعمل رندر ونشوف ظروفها تبعي طبعا انت لما تعمل رندر ما تعملش رندر من زاوية واحدة تمام على فكرة ظبطت ما تعملش رندر من زاوية واحدة هتعمل رندر من اكتر من مكان يعني هنعمل رندر من اكتر من مكان اعتقد كده الخامة شايفينا ان هي ايه ظبطت كتير قوي عن الاول تمام تمام فاضل ده حسب التست بتاعت بقى ممكن اروح للرفليكشن ده وازوده حبتين في الكيوب ممكن اروح للبولز وازود الرفليكشن برضه حبتين ممكن اروح للجلوبال إلومنيشن واخلي الديبس بتلاتة او باتنين او مستويين للإضاءة في الانتيالياس انا هخليها جيومتري عشان بس الوقت بتاع الرندر ونجرب كده نجرب كده ان احنا نعمل رندر تاني ونشوف الدنيا هتمشي شكلها عامل ازاي هنلاقي على فكرة الدنيا بقت احسن دي ان انا كده هعمل تلات مستويات من الانديريكت إلومنيشن طبعا ده الباصل الاخراني هنشوف بعده الدنيا تبقى عاملة ازاي بعد الباصده على طول هيبقى الرندر الاساسي هتشوفوا فرق فرق السماء من الارض خلوكم هون طبعا فيه فرق كبير قوي بين دي وبين المرة اللي فاسد تمام تعالوا ناخد تعالوا ناخد رندر من زاوية تانية ونشوف ناخد رندر من زاوية تانية ونشوف وليكن الرندر ودول متفككين متفككين عن بعض بالشكل ايه رأيكم ناخد الرندر من الزاوية دي تمام هيبن قوي على فكرة يعني الرندر ده هيبنى وبس كده هنععد لبعد بعد 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 السنة الجاية بنعمل الرندر ليه لان انا عامل ده تلاتة تمام وانا هخلي دي بمئتين وخلي الجامب واحد واثنين من عشرة و نعمل الرندر كده يبقى يعمل اتنين باس بس بدل ما كهو كان بيعمل تلاتة باس تمام طبعا مع الحركة هتلاقي الشكل ده تحفى تمام مع الحركة هتلاقي الشكل ده جميل جدا طيب انتو كده انتو كده شاشة عندكو باينة ولا وقفت وقفت طيب خليكو زي منتو انا ما انا عارف عارف اه 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 انا هقفل وافتح تاني خليكو زي منتو محدش يخرج هقفل وافتح تاني انا فتح تاني و Потأس هناك و اهلاك فيه يخاف انا شعب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة زي بعد اخر خطة. طيب. بعد كده نقفل واعتقد ان احنا كده اه يعني هنقول حاجة واحدة بس هرندر بس حرف الاف عشان يبقى انا كده خدت تست من كل زاوية ادي شكل حرف الاف بعد. الرندر. طبعا انا عامل سواني. اخليها لكم كواليتي. ماشي متهيقلي كده اه كده واضح ولا كامل تمام كده يبقى كده يبقى تمام كميل نقفل بعد ماشي. نشغل ونشوف اظن متهيقلي بقى انتم شفتوا دلوقتي الحركة كاملة صح. نرجع تاني. هوريكو بقى الحركة كلها كاملة. ماشي قامل بلاي تاني لصورة اعتقد كده بينا عند الكل تمام صح تمام كده متهيق لي الدنيا زبطت معاكو متهيق لي كده انتو فهمتو الانهيرتانس افكتور تمام وكمان احنا اشتغلنا معاه البلين افكتور تمام ممكن يتعامل بقي على فكرة امكانياته يعني امش عايز اقول امكانياته فعلا فعلا لا متنهي يعني امكانيات الانهيرتانس افكتور فعلا بجد لا متنهي مع طبعا بقية افكتور زوموجراف في ايه تاني ممكن نتكلم عليه ما اعتقدش ما اعتقدش ان في حاجة تانية ممكن نحنا نتكلم عليها اللهم ما الا لو لو حبينا ان احنا نشتغل شوية عال او ان احنا نصغر او نكبر هو على فكرة في حد اعمال داخل طالع شكراً لكم م 선�Me اعطا co افكتور